اكدت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني سعيها المستمر لتحديث التشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير والتطلعات الاقتصادية بشراكة مع كافة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص في سبيل الارتقاء بمستوى التنمية والتعمير في مملكة البحرين وشارت الوزارة انها تعمل من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشكل متواصل على تحديث التصانيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين بما يلبي متطلبات المشاريع الاستثمارية والمطورين العقاريين ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي وحول المقترحات التي رفعها المجلس البلدي في المحرق والمتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للتعمير والمطالبة بسرعة اعتمادها اوضحت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بانه تم تشكيل فريق مشترك بين ممثلين من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني واشئون البلديات لعداد مسودة للاشتراطات التنظيمية للتعمير للمناطق الاسكانية كما تم تنسيق بين فريق العمل المشترك والمجالس البلدية لاخذ الملاحظات والاراء ليتم تضمنها في مسودة الاشتراطات واضفت الوزارة انه تم التوافق على كافة هذه التعديلات واستكمالا لهذه الجهود فقد تم اشراك القطاع الخاص والعام للاستئناس بارائهم حول مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص كما تم عمل استبيان وعدد من ورش عمل في هذا الجانب ونوهت الوزارة الى ان مشروع تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير يهدف الى تحقيق بيئة عمرانية سليمة ومستدامة في مملكة البحرين ولتجنب ارتكاب اي تجاوزات او مخالفات قانونية قد تضر بمصالح الموطنين